موسيقى نشرت روسيا أنظمة صواريخ سطح جو من طراز S400 المتطورة في شبه جزيرة القرم في رابع كتيبة من نوعها في المنطقة ما حمل السلطات الأوكرانية على إعلان حالة طوارئ في عشر محافظات والتحذير من حرب شاملة قد تتعرض لها أوكرانيا ما زالت الأزمة بين الروس والدول الأوروبية في تزايد بعد استمرار السلطات الروسية باحتجاز 24 جنديا وضابطا أوكرانيا منذ مساء الأحد الماضي 25 نوفمبر 22 كانوا على متن ثلاث سفن أوكرانية تتبع لبلادهم في المياه المحاذية لبحر آزوف وذلك بعد إطلاق النيران على السفن والتسبب بجرح ستة جنود أوكرانيين كما يحمل الحادث قدرا ملحوظا من الخطورة فهو بمثابة عملية عسكرية كاملة اثتمت بغير اللجوء إلى وسائل التخدير التقديدية في مثل هذه الحالات ولم تبدي موسكو نيتها في إطلاق سراح 15 من المحتجزين ولو بعد إجراء تحقيق معهم وخلافا لذلك أمرت السلطات بتوقف المحتجزين شهرين على أن تتم محاكمتهم بعد انقضاء هذه المدة بما يجعلهم أقرب إلى أسرى حرب وقد اقترنت هذه الإجراءات الحربية بتحشيدا روسيا على الحدود بمضاعفة عدد الدبابات الروسية المرابطة إلى ثلاثة أضعاف العدد المعهود والتبشير بأن صواريخ S-400 سوف تكون جاهزة للعمل مع نهاية العام الجاري على الحدود وهو ما حمل السلطات الأوكرانية على إعلان حالة الطوارئ في عشر محافظات والتحذير من حرب شاملة قد تتعرض لها أوكرانيا بدورها حذرت الولايات المتحدة روسيا من أن التحركات الخارج عن القانون مثل احتجاز سفن أوكرانية في بحر عزوف تحول دون تطوير علاقات طبيعية بين واشنطن وموسكو من الجبهة المستحدثة بين موسكو كيف في مضيق كيرتش الذي يفصل البحر الأسود عن بحر عزوف الحيوي بالنسبة لشرق أوكرانيا إلى منطقة شرق الفرات في سوريا التي تتمركز فيها قوات أمريكية وتشكل رافع للسياسة واشنطن حيال الملف السوري ترتسم خطوط تماس وهمية أو حقيقية في إدارة الرئيس بوتين للأزمات على صفيح ساخن وكيفية الرد الأمريكي في السعي لكبح المد الروسي من دون الوصول لصدام مباشر أتى القرار الأمريكي المتخذ في آخر لحظة بإلغاء القمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في الأرجنتين من الثلاثين من نوفمبر حتى الأول من ديسمبر مرورا بتطورات الأزمة الأوكرانية ليؤكد على صعوبة احتواء التوتر بين واشنطن وموسكو وعلى احتدام مواجهات بالوكالة أو عبر الوجود المباشر للطرفين ينعكس كل ذلك على جعل حلول الأزمات أكثر تعقيدا إذ يزيد من تصعيد لقوى إقليمية كما في الحالة السورية أو يبين في الحالة الأوكرانية لانقسام الأوروبي أو الانكشاف الاستراتيجي للقارة إزاء الحماية الأمريكية ويمكن للجمود أو الاستصادون وجود آليات فعالة لحل النزاعات أن يقود إلى مفاجآت أو تصعيد أو خروج عن السيطرة في مناخ التخبط الدولي السائد والحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع سعدنا أن نرحب بضيفاي معي من موسكو دكتور مسلم شعيتو خبير في الشأن الروسي ورئيس المركز الثقافي الروسي العربي ومن باريس الأستاذ علي ناصر الدين كاتب ومحلل سياسي ضيفاي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم دكتور مسلم مساء الخير على مساء الخيرات دكتور مسلم الشي اللي عم يصير هلأ وكأنه رجع فينا الزمن لموضوع الحرب الباردة بين الروس والاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية هل ستبقى باردة أم في ظل نشر الـ S-400 ستكون ساخنة مع الأيام المقبلة دكتور مسلم دكتور مسلم معي الخط قرير لا يمت بسلة لحقيقة الوضع حول أوكرانيا نعم نعم تفضل دكتور مسلم نعم نعم تفضل ما كنت عم بسمع صوتك التقرير الذي قدمته لا يمت بسلة لا يمت بسلة للحقيقة ما يجري حول أوكرانيا ألو ما يجري فقدت الاتصال مع الدكتور مسلم طيب أستاذ علي ناصر الدين مساء الخير أستاذ علي فقدنا الاتصال مع الأستاذ علي طيب مشاهدنا يبدو بأننا فقدنا الاتصال يعني هذا التوتر كما أكد الكثير من المراقبين بأنه أعاد بطبيعة الحال إلى الأذهان الحرب الباردة التي كانت قائمة بين الروس والدول الأوروبية وأمريكا من جهة أخرى ويؤكد الكثير من المراقبين الآن في هذه الفترة بأن الأمور قد تتجه إلى التسخين أكثر وأكثر مع العلم بأنه هناك مشاكل عديدة تتعلق في هذه المنطقة بعد الأستاذ علي جاهز معنا أستاذ علي مساء الخير مساء النور يا أهلا أهلا بك أستاذ علي يعني أنا طرحت سؤال على الدكتور مسلم قلت له هل بالفعل عادت من الأحداث بين روسيا وأوكرانيا إلى موضوع الحرب الباردة هل ستبقى باردة برأيكم أم سيكون هناك تسخين مع الأيام المقبلة في ظل التحركات على الأرض كل هذا يتوقف على روسيا هل تريد روسيا التسعيد مع أوكرانيا وبالتالي مع أوروبا وأمريكا أم لا أعتقد أن يعني لن يكون هناك تسعيد كبير روسيا مأسومة وهي تحاول أن تخترق أزماتها والحصار المفروض عليها من أوروبا وأمريكا وبالتالي يعني إذا شعرت روسيا أن أنها يعني ستبقى محاصرة بهذا السكل ربما تسعيد أكثر فأكثر ولكن لا أعتقد أنها ستدخل في حرب شاملة مع أوكرانيا لأن هذا لا يقبله لا الأوروبيون ولا الأمريكيون وهناك مباحثات تجري حول سلة من الحلول إن كان في أوكرانيا أو في سوريا والرسالة التي أبعثتها إسرائيل أمس إلى سوريا هي بعد الاتفاق الذي حصل بين إسرائيل وروسيا أن لا تقوم إسرائيل بضرب مواكع سورية ولكن يبدو أن هذا الاتفاق لم يحترم من قبل روسيا أو لم تعرف روسيا بالقواعد التي تقيمها إيران والتصرفات التي يقوم بها محزب إيران أستاذ علي نعم أسمح لي أن أذهب إلى الدكتور مسلم أأمل أن يكون الاتصال لهذه المرة جيد مع دكتور مسلم تسمعني دكتور مسلم شعيته دكتور مسلم يبدو أن يفقت الاتصال مجددا أستاذ علي حضرتك أشرت إلى الكثير من النقاط ولكن هناك من يقول يخالفك الرأي يقول بأن اعتماد أوروبا على الغاز الروسي يجعل منها أسيرة للكريملين يعني حتى موضوع التدخل الروسي في أوكرانيا وإحتجاز السفن والجنود الأوكرانيين يأتي من هذه النقطة مع العلم بأن أوروبا أدانت ولكنها قالت بأنها ستتجه باتجاه الحل الدبلوماسي كما يقال أو التفاوض مع الروس بالتفاوض أوروبا لا تريد الاستدام مع روسيا ولن تستدام مع روسيا عسكريا ليس فقط بسبب الغاز الروسي وأن أوروبا بحاجة إلى الغاز الروسي روسيا أيضا بحاجة إلى أن تبيع الغاز وخصوصا في الوقت التي تحاصر فيه والأزمة التي تمر بها روسيا الاستدام مع أوروبا غير وارد سيكون هناك ربما تصعيد من قبل روسيا مع أوكرانيا ولا أحد يريد الاستدام لا الروس يريد الاستدام مع أوروبا وأميركا ولا أوروبا وأميركا يريد الاستدام مع روسيا كلها ستكون محاولات سياسية أكثر مما هي محاولة أشياء عسكرية طيب أستاذ علي لو هنا صلتنا الضوء أكثر على موضوع الخلل القائم في العلاقة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي أين تكمن هذه النقاط نقاط الخلل في العلاقة أستاذ علي يبدو أن اليوم حظنا سيء جدا نفقد الاتصال أكثر مرة مع الضيوف مشاهدين الكرام يعني كما أشار الأستاذ علي بأنه من الصعب في مكان أن تكون هناك حرب ضد روسيا والدول الأوروبية للكثير من الأسباب على رأسها يبدو موضوع الكل يعلم بأنه إذا حدث مثل هذا الصدام المباشر قد تذهب الأمور إلى نقطة قد لا تحمد عقبها كما يقال ولكن الكثير من المؤكدين والمراقبين عفوا يؤكدون بأن موضوع الغاز قد يكون النقطة الفاصلة في موضوع العلاقة بين روسيا وأوروبا أستاذ علي بالعودة إليك مجددا سألتك على موضوع الخلل أين تكمن نقاط الخلل في العلاقة بين الروس والأوروبيين أستاذ علي أستاذ علي نبدو أن يفقت الاتصال مجددا مع الأستاذ علي طيب يعني في هذا الموضوع كنت أأمل أن يكون الاتصال جيد مع ضيفاي الكرام ومع الدكتور مسلم أيضا ولكن لسوء الحظ مشاهدين الليلة نعاني من سوء في الاتصال ورداء ولكن يبقى الحديث عن موضوع الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا على أثر التصعيد من قبل الدولتين حقيقة هناك تقارير تفيد بأن طيب مشاهدين نذهب إلى ملف حلقتنا الأخير في الليلة ترجمة نانسي قنقر